اكسبو دبي الجناح المصري لما تشوف المشهد تنبسط حتى لو انت لسه مروحتش او انت مش موجود هناك حجم الاقبال على الجناح المصري غير متوقع زي ما حاكوا شايفين كده ده جناح مصر في اكسبو دبي بقالنا اسبوعين بدأ بداية اكتوبر النهاردة اليوم 16 اسبوعين يعني كام واحد دخلوا جناح مصر في اكسبو دبي عشرين عشرين لحد النهاردة تمانين الف تمانين الف واحد زاروا جناح مصر طبعا من اكتر الاجنحة اللي موجودة طبعا معظم دول العالم مشاركة في اكسبو دبي ولكن من اكتر الاجنحة التي شهدت اقبالا كبيرا نتكلم حتى اليوم تمانين الف زائر شايف المشهد اللي قد ايه هناك اقبال ليه الاقبال اولا اسم مصر بطبيعة الحال ومصر كمان عملة محتوى قوي جدا عرضاه في هذا المعرض ومنها معرضات وتبوت اسري معرضات ايضا بتجسد الحضارة المصرية العريقة فيه عرض ايضا لما تشهده مصر حاليا من تنمية كبيرة وتفاعل مع سواء المدن الزكية مدن الجيل الرابع المشروعات القومية الكبرى بيتم عرضها على شاشات بفيه تفاعل كبير على اعلى مستوى وهذا الامر بيؤدي الى هذا الاقبال الكبير على الجناح المصري اكسبو دبي 2020 اللي بيحظى به حضور كبير من اكتر من 80 الف زائر من مختلف دول العالم محط اصبح الجناح المصري هو محط انظار زوار معرض اكسبو 2020 دبي زي ما احنا بنشوف وطبور طويل انتظارا لدخول الجناح المصري وده اللي بيؤدي ايضا رسالة قوية جدا وجذابة جدا لكل المحبين لمصر واللي عايزين طبعا شوفوا الحضارة المصرية اللي عايزين كمان بيتابعوا ايه اللي بيحصل في مصر من تنمية وبالتالي اصبح هذا الجناح المصري محط الانظار ما حتى الاطفال شباب مختلف الجنسيات موجودين واللي بيزوروا الجناح المصري كان ايضا نائب محمد ابو العنين وكيل مجلس نواب بيتفقد الجناح المصري ايضا في دبي في زيارته في دبي واكسبو ايضا قام بجولة داخل الجناح المصري تابع ايضا النائب محمد ابو العنين هذا الجناح هو ما يتم عرضه من طبعا من معروضات داخل جناح المصري شاف أيضا وتحدث أيضا عن ما رأاه داخل الجناح المصري في إكسبو دبي وما تقدمته مصر وما تقوم مصر بعرضه في هذا الجناح وتابع أيضا وشاهد أيضا أحد المعروضات أو أحد المعروضات الأثرية ومنها التابوت الأسري واللي أيضا بيجسد الحضارة المصرية العريقة استعرض أيضا تابع أيضا تفقد العديد من المشروعات اللي هو يعرفها طبعا بطبيعة الحال ولكن تابعها أيضا خلال زيارته وتفقدت لي جناح مصر الجناح المصر في إكسبو دبي واللي موجود وبيحظى بيئة المشاركة أو بيئة الزيارة الكبيرة من زوار هذا المعرض عدد كبير من القطع الأثرية المعروضة داخل إكسبو دبي بتحظى زي ما بقول لكم بإقبال كبير وإن محمد بنين كان أيضا داخل الجناح المصري يتابع مع كثير من آلاف الزوار الذين يشاهدوا ويزوروا الجناح المصري زي ما تشوف طبعا الأهرامات وتاريخ المصر والحضارة المصرية العريقة تعالوا تابع ماذا قال النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب خلال زيارته لجناح مصر إكسبو دبي 2020 أولا أنا فخور بالعمل المتميز اللي بتقدم فيه مصر وسط العالم كله حقيقة يعني عمل مدروس عمل فيه رسالة حضارية بتقدم مصر مصر الحديثة مصر اللي بتتطلع أنها تكون دولة متقدمة وبتربط العلاقة المصرية القديمة بالفكر الحديث بمعنى الكلمة بالحجة بالمنظر بالإنجاز والحقيقة المنظر اللي شفته النهاردة في التحضير المبدئي اللي هنا والعرض القيم اللي أنا شفته والشاشات الكبيرة اللي متميزة وأدوات العرض ورسالة المعروض الحقيقة بتقول رسالة للعالم كله إن احنا عندنا عقول نيرا تفهم يعني إيه التسويق العالمي يعني إيه أنا أقدم مصر في سورة عصرية حديثة يعني إيه أقدم المشروعات العملاقة يعني إيه أقدم فرص الانصبار المصرية الموجودة الحقيقة أنا أقول لكم أنا فخور باللي شفته وبدعي كل الرجال الأعمال والرجال السياسة والمرأة المصرية والمرأة الأجنبية والعالم العربي والعالم الأوروبي والعالم الأجنبي كله يجي يشوف إحنا عملنا إيه وشوف تاريخنا دي علامة حضارية لتسويق مصر على مستوى العالم علامة حضرية بتقول العالم احنا خلاص خدنا قرار بيكون دولة متقدمة ومشيين على التراك ده عندنا رئيس الحقيقة ربنا يحفظه ويوفقه وشايفين قديه هو حريص على شعبه وقديه حريص على بلده وقديه هو بيبدأ الامج الجديد لمصر